شوفي مع نهاية الموسم يعني نهاية المغامرة رسميا مع برشلو هو أعلن نهاية مغامرة تبقى له الآن يعني الليقة الليقة شوف الليقة ديجا في المرتبة الثانية وقل حوالي هاربين الريال على حوالي سبعة وثماني لقاط وقل تماني لقاط قبل سبع جوالات عن نهاية جموز كل شيء ممكن أنا نقول باللي ما زل لعب سبعة وعشرين لقاءات واحدة وعشرين نقضة دونك ما زل لعب وكما على بألك ديجا شفنا خطرها في عوام اللي فاتوا وكانوا الريال وقل حاربين بسبعة نقاط ولا برسولون عودت دات شمبيونات دونك ما زل في أوروبا ما زل لا ميحسن شيء في البطولة الإسبانية بنسبة لي تشافي والله غير شيء مؤسف أنا كنت مدابي يكمل في الفارق وإن عنده مشاريع كبيرة ويعرف لعب دو خبرة كبيرة في الملائب ولعب كبير دونك خدا هاد لاضي سيزون هادا واحد ما يقدر احنا ما نعرفوش اللي ديطاي وشكين داخل الفارق هو باش علن على هاد الحاجة هادا وعلى باله أدرا به هاد شيء دونك سيدون ما زلون عنده فارق شاب ما تنساش باللي العام الماضي فاز بالبطول ها بفارق جد متاودع احنا باسكورونا نجيجيو برسولونا كي في وقت غوارديولا ميسي تشافي إنيستا العصر الدهابي دونك اللي جينيراسون تبدلت دونك لازم الوقت لتشافي وبالوقت هادا روي عنده فارق روي عنده ديجا كي يشوف انت ياامير سبعة عشر ان شاءنا تشوف اللاعب كوباسيش كوباسيش تقاعد بيه سبعة عشر ان سانة كوندي خمس عشر ان سانة ارو خوتاني كيف 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 قاعد سيلاعي بنشوبانا دونك نمو يخلي ويخدم خلاص خدا لدي سيزون ديعلو ان شاء الله نشوفه في فارق آخر تروي نيزي دي برسك تروي دي ألقابه هذا يكون القادم هو دير البيلون الهضراب البيلون من يحكم الفارق جهال دوك تلت سنين وقيله في بلا برميراني دوزياماني دا شمبيونة دا شمبيونة دا شمبيونة ودا كوب وقيله لا دا شمبيونة برخانتو لقب بطولة المساعدة بطولة المساعدة دا شمبيونة مع الرئيال عندهم اللي في كتفتا حمي اللي ريش ثميني وهذا العام اللي توجو في الكورس ويالحق يتلمينا مع البياجي في الكاردفينة تشمبيونة ليج وزيد اللي اطلع بكو د جن وزيد واش قال لهم تشافي قال لهم قبل ما نروح نخلي لكم الليست دي جن جوار اللي يطلعوا ويكونوا في الفارق اللي يدربوا دراري يقعد دراري في المستوى هادو يكونوا مع الكيب سينور ويونطريني ومع الكيب سينور سي دي جن انكور كنز ان سيز ان عجابا والاخرين قال لهم لحمي ماشي كي ما هادو سلفوهم فولي بريتي واحدة وريح يديرها ماشي هادو يقول لك نخلي لكم دير خدمتي منا دو تروازون دراري كاعكي ولو يلعبوا وقاعوا كيف كيف جيبونس يديروا يديروا حاجة في الجهة المقابلة والمسيارة يتخرج نح في الجهة المقابلة عمر تشافي في الجهة المقابلة لويس الريكي صاحب التتويج مع برشلونة سنة 2015 مع برابطة أبطال أوروبا كان قد قادة الريمونتادا برشلونة للريمونتادا سمح لي نقول كل ما ذكر نحن تفضل لاني غالط كوريجوني تروازون ترينير اسبانيول تاع البارسا اللي راهم في كاردو فينا كاردو فينا نقوله كاردو فينا تروازون ترينير تاع البارسا اسبانيول كورديولا لويس الريكي وشابي صحب تضيج في الجهة المقابلة لويس الريكي وكان واحدة أخر تاني اسبانيول أرتيطة تاني أرسونال اللي يقدر يتأهل بارسلون لا في بارسلون تاني تاني تاقوار ديلا معه سي بارسا و سي شوف اسبانيا هتخرج حسنا في الجهة المقابلة لويس الريكي صاحب تتويج مع برشلونة سنة 2015 برابطة أبطال أوروبا إدارة بيس جي كانت تعاقدت معه من أجل التتويج برابطة الأبطال سبقا له قيادة برشلونة لتحقيق المنطادة أمام البيس جي الآن يقود البيس جي لتحقيق المنطادة أمام برشلونة شوف الليب لويس الريكي قادر يقود البيس جي للتتويج بأول لقب في تاريخ النادي أنا نظن طريقة أهلو اليوم كل شيء ممكن خاصة أن البيس جي الميزة اللي يمتاز بها لويس الريكي أنه قدر يتحكم في المجموعة البيس جي في السنة والأخيرة دائما المشكلة تعرفت غير الملابس وليزيغو بنيجوار يعني بداية تولي الشركة أو الملاك القطريين البيس جي دائما كان مشكلة لفيستيار ولكن لويس الريكي لما توضع مبابي إحتياطي في عدة لقاءات وتفرض نفسك أمام وسائل الإعلام الفرنسية أنا نظن أن لويس الريكي ومنسوش أنه متواجد في تل جبهات يعني الآن متأهل لنهائي كأس فرنسا مرتبة الأولى في البطولة ونصف نهائي أبطال أوروبا يعني سنة ولا في الأحلام خاصة أن المشروع كانوا يتكلمون على أن هذه السنة ممكن تكون سنة انتقالية خاصة بعد ذهاب ليونال ميسي ونايمار ولكن أنا في نصف نهائي وخاصة أنه يعني رح يتفادى مواجهة بين قوسين الكبار موشي ستير سيتي أو برشلو أو ريال مادريد أو حتى باير ميني خورسونال يتقاب مع دورتمود أنا نظن أن الطريق إلى لندن معبد للبي اس جي ما رأيك عامل؟ لا تقلق هل لويس الريكي قادر على قيادة البي اس جي لأول تتويج قري في الفارق؟ فارق الذي أنفق أموال باهظة من أجل ذات الأدنين؟ أولا مدرب عنده خبرة وثانيا مدرب عنده شخصية ما يخفى لكش باللي كان لعب؟ وين عنده كاراكتر لعب شغل واحد ما يفرد عليه اليوم كان نشوفك وتكلم عليه وأمار وين يحط مبابي على مقعد البودالة ويزيد كين لقاءات كثيرة وين يخرجوا أولا دانيال فواد كي يخرجوا مبابي وقت ضد مارسيليا وين يزعف مبابي ما يخوي عنده شجاعة كبيرة وعرف كيفاش يسير وعرف تبديل الملابس هذا سيتوك يكونوا لاعبين كبار بسكول العملي فاتكنت عشوف قاريسان جرما نايمار يدير وش يحب بو ميسي ميسي باللاعب محترف مغرب شكي كان يقدر مبابي مبابي تاني بزاف كان عنده يدير أمورات وين هاد العام؟ ما كاشي اللاعب ينقع مستوى واحد والابروفليوم الريزيلتار رحي هنا يا رو في النصف النهائي متأهل إلى كاس فرنسا وراه في البطولة رحهم في مركز الأول نظن باللي هاد شي بانورا ومعاه بانورا بانورا ومعاه بانورا يقدر يروح فينا؟ احنا ما نقدروش نعلم الغيب كي تشوف انتايات توزن باريسان جرما بلقاءة اليوم لدارو ضد باريسان جرما يقدر يفوز على الدورتمونت اليوم أدى لقاء كبير ويفازة ربعة ترين على تيتيكود مادريد وما يخفرك شاتيكود مادريد لمنافسة عاند جدا باش يتلقى ربعة أهداف سيرار في لقاءات هكدا قادر يروح بعيد في هاد المنافسة ولمعلاء لا؟ سيرتوا لعبين فرصة فرصة لمبابي تاني لكل أمل معلقة عليه وان شو ال ووش هو ال سي بورتو البيجي قال الحلام باش يعلقوا النجمة لمازال في فرنسا ابارة مارسيليا لي عندنه نجمة معنقى فوق القميس لوم باريسان جرما دي جارة سمحت له لفرصة الحق في نار مع توخال ضد البايال ونخسر واحد سيفر ثم تاني أدوا مقابلة موسم رائع مع توخال بما أسمح لهم شلحات باش يفوزوا بهذه الربيطة الأفضل لما ناهد الآن